يقول الله تعالى في سورة الفرقان وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا صدق الله العظيم الخبير اسم من أسماء الله الحسنة ورد في القرآن في أربعين آية من آية الله عز وجل ماذا تعني هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذه الكلمة هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وردت كثيراً في القرآن الكريم وأيضاً وردت في السنة وأجمع عليه المسلمون فإذا كان هذا الاسم هذا الاسم ورد في القرآن الكريم وكان المسلمون مجمعين على ثبوت كل ما في القرآن الكريم فبالضرورة أن الإجماع هنا يعني ينسحب على هذا الاسم هذه يعني فقط يجب أن نعلمها وقد يعني وناس كثيرون يكتفون بوروده في القرآن الكريم والسنة النبوية ولكن إجماع المسلمين ده مهم أيضاً لهم تأكيد لهذه المعاني الاسم الخبير أو لفظ الخبير هو في اللغة العالم أو العليم بمواطن الأمور يطلق على نوعين من العلماء العالم بواطن الأمور مطلقاً والعالم بالشيء بعد أخباره أو بعد الاستخبار عنه يعني هذا الشيء لم يكن يعلمه ثم علمه ببواطنه كان يجهله ثم أخبر به ثم أخبر به أو هو استخبار هو استخبار يعني طلب الاستخبار فأصبح عالماً به وبواطن الأمور فأصبح يطلق عليه اسم الخبير ويفارق العالم العادي ما الفرق بين خبير وعالم؟ عالم يعلم الشيء لكن الخبير يعلم باطن هذا الشيء زي بالضبط حتى في لغتنا الدارجة أو استخداماتنا الدارجة نستعمل هذا فنقول مثلاً نحن نريد خبير للموضوع أن نطلب خبير الخبير هو يعني إذا كان شيء مثلاً في الهندسة ولا كذا ولا كذا هو أصلاً مهندس لكن ما يعلمه الخبير من بواطن هذا الشيء لا يعلمه زميله العادي الذي لم يعني قد يكون هو خبير لأنه تعمق في هذه النقطة بالذات أو في هذا الحقل يعني خبره أو صبر أغواره خبره بالضبط يعني وصل إلى أعماقه وصل إلى أعماقه وعرفه بعمق لا يعرفه به غيره من الذين يعلمون هذا الشيء ونحن نعمل كلمة عن معنى الكلمة نعمل كلمة بشكل عام نعمل كلمة فإذن الخبير هو العليم ببواطن الأمور طبعاً بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نقول إنه الخبير بمعنى العليم ببواطن الأمور بعد إخباره أو بعد استخباره مستحيل هذا مستحيل لأن العلم أو الخبير بمعنى العلم بعد إخبار أو بعد استخبار يستلزم أمرين الأمر الأول أنه يسبقه الجهل وده يستحيل على ربنا سبحانه وتعالى طبعاً من صفة نقص مستحيلة طب الأمر الثاني التغير لأن هذا الخبير قبل أن يستخبر أو يخبر غيره بعد أن علم هذا فتغير علمه من أنه عالم عادي إلى عالم كبير والتغير أيضاً نقص يستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى به لأن التغير هذا معناها يستلزم برضو الجهل لأنه لو كان مثلاً الأول يعلمه ألفاً ثم تغير فعلمه باءاً علمه ألفاً طلع جهل على طول نتيجة التغير فالتغير سبحانه وتعالى يعني كل علوم نحن هي ناقصة من هذا لأنها تتغير تتبدل تكون جهلاً تكون خطأاً على خلاف ما عليه المعلوم كل هذه نواقص علم الله سبحانه وتعالى منزه عنها لأنه هو العلم حتى يسمونه العلم المسترسل مع الأشياء فهو طبعاً أزلي وفيما لا يزال يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف سيكون قبل أن يوجد كل هذا فهذا هو العلم الإلهي وطبعاً يصفونه بالشمول يصفونه بالامتداد والاسترسال يصفونه بأنه الأزلي وعلمه في الأزل وفيما لا يزال العلم في الأزل طبعاً هي يعني صفة صفة ذات فيما لا يزال أيضاً يعني حين تعلق بالمعلومات ممكن يكون هنا يعني التعلق بأمور وجدت فيكون له علاقة ما بالخلق أو بالمخلوقات أو بأفعال العباد لكنه أصلاً حتى لو يعني ظل هذا الكون في كتم العدم يعلمه ترجمة نانسي قنقر